هذه المشاهد منقولة من القطع الحضاري المقري تحديدا بحيسان توجان خيام منصوبة أمام منازل عشرات العائلات التي لم تشملها عملية الترحيل الأخيرة التي مست قرابة الألف عائلة ركت كن حي مقري جلازي وضاريا طاع عليها الضالة وفوقي بتخزيل وريات بتدقيل وعدي ابنات أليكو أعظم كل شيء أنا فيها القلب وهذا المعوق عنده 23 عام يرقل معي وعنده واحد مولا 22 على الجلالة المشكلة عندما يدركياتوني يدركياتوني قاعد تغير لزوجولة من ضمن هؤلاء من يقبعوا داخل هذه الأحواش منذ نصف قرن جاءوا عنا اللجنة رهم في تلت سنين في 2014 جاءوا مركونا وقالونا أنتم مركونا في الريسك من رحنا نشوفوا القينار وحنا في الأورنج هذا الوالي رهم سمعنا بيق عونا نتحدر عليه بين إنسان طيب إنسان مخلص يخاف الله وكرش ماذا بيشوف الحالة لرنا فيها يعاوننا مسؤول وهران التنفيذ الأول يؤكد أن جميع العائلات هنا معنية بالترحيل إن شاء الله أصحاب القرارات المسبقة لنمدوا فيهم في القطاعات الحضارية هذه إن شاء الله يدخلوا يقرأوا في الولادهم يقرأوا في الدخول المدرسي المقبلة في الأحيات أحمد جديدة في انتظار أن يتحقق ذلك تشير إحصائية المصالح الولائية إلى ترحيل أكثر من 17 ألف عائلة منذ بداية السنة أما العملية الكبرى التاسعة والأخيرة ستمس قطاع الأمير وسط وهران